العلاقات المغربية الجزائرية كما جاءت في مضامين خطب جلالة الملك كانت على طاولة لقاء نظمه بالرباط حزب جبهة القوى الديمقراطية التأمت في ثلاء من السياسيين والإعلاميين والمثقفين مغاربا وجزائريين أبرز ما تم تداوله نتابعه في روبرتاج ليوسف رطفي والتحرير لمحمد بو بكر في جو من الحوار والتفاهم حزب جبهة القوى الديمقراطية ينقش مستقبل العلاقات المغربية الجزائرية بحثا عن تحقيق تطور إيجابي اللقاء حسب منظميها يمثل فرصة لتقديم الأفكار البناءة والمقترحة الملموسة التي يمكن أن تساهم في تجاوز حالة الاختلاف والخلافة النخبة الجزائرية هذا المساء عبرت عن وشائج دقيقة مع الشعب المغربي ومشاركته للطرح المغربي ملكا وشعبا في أن تكون هذه العلاقات مبنية على حسن الجوار علينا نحن كنخب أن نتحرك من أجل الدفع نحو تراجع النظام الحاكم في الجزائر عن سياسته العدائية وأن يعي الجميع بأن مصلحة الوطن تكمن في بناء علاقات طبيعية مع المغرب بعمق شديد تناول المشاركون في اللقاء تطورات العلاقات المغربية الجزائرية على ضوء الخطاب الملكي الأخيرة مؤكدين على أهمية وضرورة تحقيق استقرار مستدام بين البلدين قيادة المغربية قيادة حكيمة تتعامل بمنطق ما يخدم شعوب المنطقة وبما يخدم الشعبين الشقيقين الذين هم في الأصل شعب واحد لذلك رأينا هذه الدعوات من الملك في كل خطاب تجسد وتؤكد على أن هذه الأزمة أزمة مفتعلة اللقاء خلص بالدعوة إلى فتح قنوات الحوارة والعمل بهدف بناء علاقات الأخوة وتضامنه الكفيلة بخدمة مصالح المنطقة